النهاردة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كان عندنا أمال كبيرة هقول لكم بس النتائج وبعد كده أحكي لكم التفاصيل يعني فيوتشر النهاردة كسب اسكوكارا 3-0 في القاهرة والأمور كانت ميسرة وسهلة وفريق أضعف فريق في المجموعة علي الفيل سجل الهدف الأول في ديئة 41 وبعد كده مهند لشين سجل الهدف الثاني في ديئة 72 أحمد عاطف سجل الهدف الثالث في ديئة 87 ماشي ده فيوتشر بيرامد في المغرب قدام الجيش الملكي عمل مباراة إلى حد كبير محترمة ولكنه خسر في النهاية 1-0 أحمد حمودان سجل هدف الجيش الملكي في ديئة 61 بخطأ سازج جدا من دفاع بيرامد وحارس مرماهم أحمد الشيندون سازج لغبطة بدون داعي بدون داعي النتيجة دي والنتيجة دي نتيجة فيوتشر واسكوكارا ونتيجة بيرامدز والجيش الملكي تقول لنا إيه؟ تقول لنا إن الجيش الملكي ضمن رسميا السعود إلى الدورة القادمة وتبقى فيوتشر وبرامدز بطاقة واحدة يتنافسان عليها في آخر مباراة بينهما بينهما طيب نشوف الوضع في المجموعة وبعد كيها نقول السيناريوهات اللي ممكن تحصل عشان فيوتشر يسعد أو بيرامدز يسعد الجيش الملكي فيه استدارة بـ 10 نقاط وضمن السعود وكيكا عنده اسكوكارا آخر مباراة غالبا يعني ضمن السعود كمان متصدر بـ 13 نقاط بيرامدز فيه المركز الثاني بـ 8 نقاط فيوتشر في المركز الثالث بـ 8 نقاط واسكوكارا بنقطة واحدة المباراة القادمة تبقى بيرامدز وفيوتشر والاثنين عندهم 8 نقاط طيب